حرق وتخريب تابعهما نهب وإطلاق رصاص هنا وهناك وضحايا من المحتجين والقوات الأمنية هذا هو المشهد العام للتظاهرات التي اشتاحت المدن العراقية الغاطبة جاء على إثرها قرار مجلس القضاء الأعلى باعتبار كل من ارتكب هذه الأعمال إرهابيا مجلس القضاء الأعلى قال إن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على إن من ضمن الأعمال الإرهابية العمل على إطلاف أو إدرار عن عمد بمباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئة حكومية وبموجب الفقر الخامسة يعد عملا إرهابيا ومن يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية فإن هذه الجرائم عقوبتها وفق قانون مكافحة الإرهاب هي الإعدام الناطق باسم وزارة الداخلية خالد لمحنة كشف عن صدور أوامر قبض قضائية ضد المعتدين على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقر الحركات السياسية سجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة 197 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل التي حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شيء من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا حول الموضوع قالت فيه أن البعض استغل التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها مؤكدة أن القوات الأمنية بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بشكل ميداني وعاجل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلسخارت أعربت عن قلقها إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته ونيل من حق المتظاهرين في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة مؤكدة عدم التسامح مع هذه الكيانات كون العراق قطع شوطا طويلا للتخلص من الإرهاب ولن يتحمل الإنزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف